هذا الصوت الإذاعي، الأداء أنت كيف تشوف نفسك أبو أديب؟ يعني أنا لي تجارب الحقيقة في التقديم التلفزيوني في التقديم للأشرطة الإذاعية وغيرها لكن يعني مشكلتي الوقت يعني لأن مجال عملي يستلزم التفرق أنت عارف أنت لما تكون مذيع البرنامج التلفزيوني لابد تكون مرتاح مهيئ نفسك الإعداد يكون عندك تمام تجي الحلقة وأنت جاهز هذا الشيء الآن ظروفي العملية ما تسمح لي الشيء هذا ولذلك أثرت أني أبتعد عن مجال التقديم التلفزيوني وأيضا المقل الحقيقي فيه تقديم المواد الإذاعية رغم أنه يعني فيه تعاون ما زال موجود حسب الظروف يعني اللي هي تقديم الأفلام الوثاقية التسجيلية اللي تحتاج تعليق صوتي يعني طب في المحافل أنا شوف صورتك في الواتساب ما شاء الله كأنك واقف على منبر أنتم سوي دراسة كامل أي و لابس البشت ما شاء الله اللي عنده رقم لأستاذ المشتاق يعني فصورتك في محفل وعلى منبر وكأنك تلقي تصيدة عصماء يعني وهي كذلك صحيح هذه يعني شرفت الحقيقة بتقديم كثير من المناسبات بحضور أصحاب السمو الملكي في القصيم عندنا كان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر اللي هو حاليا أمير منطقة الرياض أيضا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود يعني تشرفت حقيقة كثير من الحفلات تقديمها وألقيت تصائد أم فقط تقديم الحفلات طبعا أنا سلوبي معروفين حتى يعني كثير من اللي موجودين دائما يقول إذا شفنا مقدمة فيها بيات شعر وكذا نعرف أنه هذا سلوبك يعني لا سلوبك يعني كنت تميزت بالشيء هذا الآن زي ما قلت لك يعني صار الواحد أثقل في ويوم ما في وقت يعني أنه يتابع الشغلات هذه وبعدين ظروف الانتقال في الرياض بعدتني حقيقة عنها المعسبات هذه فمقلة شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة